اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المشاهدون الكرام في كل مكان نزعد الله صباحكم بكل الخير أهلا ومرحبا بكم نلتقيكم مجددا عبر صباح الخرطوم على الهوى مباشرة على شاشة غنات الخرطوم الفضائية دائما بيتمنى الأمن والاستقرار والسلام لكل ربوع السودان وتحيانا دائما لكل اللي بنضم لمتابعتنا عبر صباح الخرطوم عدد من المحطات والفقرات وإن شاء الله ضيوفها عزاء داخل استوديو صباح الخرطوم بنتجازة بأطراف الحديث في كثير من الموضوعات المهمة صباح الخير عليكم ودي دعوة للمتابعة صباح الخير عليك فطومة ويزاد صباحكم منورة صباح الخرطوم بنورك دي نورك العاكسة الله يدك العافية سعيدة جدا أنه الليل نكون مع بعض في مشوار الصباح لك تحية الله يخليك يا رب تحييكم عزاء المشاهدين أصعد الله صباحكم بكل الخير وحييكم وين ما كنتم بتعبونا على امتداد ربوع الوطن الحبيب بتجدد لكم اللقاء والترحاب عبر حلقة جديدة ومشوار جديد من صباح الخرطوم بالتأكيد العديد من الفقرات والمواضيع المختلفة والمتوعة بالإضافة للضيوف اللي حيكونوا بالتأكيد منورين استوديو صباح الخرطوم لكم التحية وبداية يا مشاعر حبينا نتنور الصحف العناوين الصادرة في الصحف المحلية أكيد صحفة الخرطوم الصادرة الصباح اليوم بتحملينا كثير من العناوين المختلفة منها السياسية ومنها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخبار الرياضية هي حاضرة أكيد من خلال صحفة الخرطوم الصادرة صباح اليوم لكن اخترنا لكم بعض العناوين المهمة والتي عندها علاقة أكيد بالمجتمع الآن ونبدأ بصحيفة التيار وفي التيار نقرأ عدد من العناوين رئيس مجمع الفقه فصل الدين عن الدولة مستحيل إضراب مفتوح لأساتذة الجامعات مصدرون لتيار الدولة تتحصل 10% من عاي الصادر البرسيم أيضا التربية لا نحترف بلجنة تسيير المدارس الخاصة واجتماعات بوزارة العدل بشأن تعديل الوثيقة الدستورية السودان يسجل 15 حالة جديدة بفايروس كورونا المستجيد إن شاء الله ربا يشفي الناس ويعافيهم أيضا ارتفاع إصابة الحميات بمروي والدباء 2012 و56 حالة وفاة من صحيفة التيار مباشرة لصحيفة أخبار اليوم ونقرأ أيضا بعض العنوين حمدوك لا يوجد ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى انتخابات 2022 الرفض واسع لرفع الدعم عن المحروقات والشيوعي والبحث يعتبرانه فشل للفترة الانتقالية لنا الشيخ 35-38% من المتزوجات تزوجنا قاصرات و25% يواجهنا هذا الخطر أيضا الحكومة والشعبية يعقدان أولى الورش غير الرسمية بالأربعة السودان يهدد بإجراءات قانونية في مواجهة حامل الجنسية الجنسية ذوي الأصول الأجنبية من أخبار اليوم مشاهدين الكرام في كل مكان إلى صحيفة الوطن ونقرأ فيها بعض العنوين الروسية تسلم السودان سفينة حربية تفاصيل جلسة محاكمة علي عثمان محمد طه ارتفاع الإصابة بالحميات المجهولة في الولايات الشمالية طباء يحذرون من التفشي الحمى بالولايات الشمالية وضبط 690 كيلو زئبق مهرب بنهر النيل مباشرة إلى صحيفة السوداني حيث البرهان يعد مكونات الشرق بإيجاد حلول ناجعة ترضي الجميع وحمدوك العقوبات الأمريكية تشل اقتصاد له أيضا حمدوك استمرار العقوبات الأمريكية يهدد الانتقال الديمقراطي في السودان الداخلية تناشد الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس وتحذرهم وزير التربية للسوداني ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس لضيق المواعين الثورية لم تتم تسمية شاغل المواقع السيادية والتنفيذية ومن النيلة الدولية نقرى حمدوك العقوبات الأمريكية تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان ووزارة العدل تعلن عن مقترح لتعديل الوثيقة الدستورية وزارة العدل تعلن عن مقترح لتعديل الوثيقة الدستورية والسودان يتسلم سفينة حربية من روسيا أيضا القوات المسلحة هذه الصحيفة عدد من الأخبار المختلفة البرهان يلتقي وفد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة ووفد الوساطة يصل الخرطوم لتسليم اتفاق السلام للحكومة الفريق جابر يلتقي بالممثل الخاص لاتحاد الأفريقي للسودان ووصول وفد الإساف للتحقق من القوات المتعهد بها للسودان في آخر لحظة نقرأ الحكومة تهدد بمقاضات أجانب يحملون الجنسية السودانية وتقرير أممي مياه لثلاثة عشر ولاية بالسودان ملوثة الشيوعي يدعو للنضال والحلو ينادي بعلمانية الدولة فريق الوساطة يسلم الحكومة اتفاق السلام وآخر صحيفة معنا في هذه الجولة صوت الأمة المهدي بناء الكادر يؤسس للحكم القوي لتحقيق تطلعات الشعب حمدوك لا نقبل مقايطة بين التطبيع وقايمة الإرهاب الأمم المتحدة عشرة مليون سوداني معرضون لأمراض بتلوث المياه دي كانت أبرز العنوين يا فاطمة أو كثير من العنوين المختلفة منها الاقتصادية والسياسية لكن دعواتنا دائما بالصحة والعافية لأن الناس تأخذ باله بقرونة لأنها موجة ثانية في بعض الدول الموجة الثانية هي شدة فتكا من الموجة الأولى أيضا دعواتنا بالصحة والعافية لكل أهنة في الولايات الشمالية البيعان من حميات مختلفة من مروي حتى الدب ومحلية القوليد إن شاء الله ربا يشفيهم يعافيهم ودعوة برضو للمنظمات والمبادرات والجهات الرسمية في تسيير قوافل الرشو والوقوف مع أهلنا أكيد بالشمالية